السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وحسينة اسمتي بوشة بن جلالي الأم ديالي توفت لي مفسق البقر بعد معانات كبيرة مع كورونا في حلقة له مرة فيها كورونا أنا الأم ديالي في اللول كانت في الضمان الشيماعي والحمد اللي كانت في الضمان الشيماعي ما كان عنها حتى شي مشكل باش كانوا العسكر ما عنها حتى شي مشكل معاها مما ديالي كانت تحسن بشوية بشوية نهالي اتخذت القارة السلطة أنها تخوي ضمان الشيماعي وتحاول جميع المرضى اللي كانوا نتمك نسوق البقار مما بدسك الضهور لحالة ديالي بزف 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 لدرجة تريتمو جمعها ما عملوا لشي تريتمو حتى حشرين احنا يبخامسة ربعالاف درهام مرة اللولى وقبل ما تموت بالنهار زيدنا لو حتى تريتمو يا أخو مربعالاف درهام وقالوا لكل ما صالح شي وزيدنا لها يا أخر الثالث نهار اللي توفات خمسالاف درهام مما شي مشكل الفلوس مما مسكينة كانت كتعايتنا دابا وساعة كتقولونا المرض الأكسيجين تسالالا كتتخنق هالمشكلة احنا عمرا معرفنا بأن المرض الأكسيجين كيتسالا وقالوا ليش حاجة عمرا محسنة بها في سبيطار باش كانت في الضمان الشي معي المد الأكسيجين كتخنط عايتنا في الوحدة اللين في ثلاثة الصباح وقالوا نمشو كنجريو نتمى ونشوفو الاستجيرة وزير الصحة كانوا نجهلوا الرسالة كانوا نقولو زعمها ملي عملنا كوفيد مستشفى دي الكوفيد وحمارات خاطير اللي ما كان عرفوشش شنو شنو كيعمل بالإنسان باقي ما عرفين على تاشي معلومات الشي غي فتراضات اللي عملوها الأطبة ما كان شي شي ما كان عرفوش الكوفيد من كيدخلن الجسم كيعمل بالتأكيد كيجيبنا ليستاجير يقابلوا المرضى بالليل فهاليو عقل وحمارات خاطر وفتاك وما عرفوشش كيعمل جيبلي أنا استاجيرة وماما كتقيل تعاير اهو وفي الإنعاج ما عندمشي شي حاجة تكليكي عليها مثل صوني ديك الصوني كيصوني في حالي كان في اللوبيطة العادي كالصوني يجي عندك الممرضة اللي ما كيناش هدي خسك تشيار بيدك في الكاميرا وتشيار رجلك وتعلي رجلك باش يجيوا عندك أنا الأم دياري كتعيات عالي ماما وصلت الاختينق مرة اللولة والثانية والثالثة والعشرة وتعايد في الأربعة السبعة وتعايد في الخمسة والسبعة وتعايد في العشرة واحد الحالة عيشناها معهم لا إله إلا الله وكان وصلحتان تمك وكان عايتهم في الطرف وما كامشي شخصنا وصلحتان تمك ونعملوا ما يسمحنا بالتضبيرة عادك تدخل سيدة تعمل مد الأكسيجين الرياض ماما ما استحملت شي أنا كتكون في حد الريت من ديار التنفس ومبعد كينزل عاو تاني كيبقى يطلع يطلع لها الريا ديالا كتقد تخدم الحمد لله كنقوله وبدأت كتنزل أنا الأم ديالي الحمد لله نهار الجمعة هضرت معها عملت لأبل فيديو وقعت لها بنتي أنا إن شاء الله كتاكل مزيان أم خيرة أم ما وجد لي يا بنتي كتعمل أبل فيديو وعمل لي الفراش هنا يعمل لي هيدا وجد لي الاحتياطات اللي ندوز بيانا فترة النقاحات قلنا طبي ممكن جيب لأباريد الأكسيجين نكري وهالا لي أفاجأ أنا مساء أن أمي لا تردوا على الهواتف الهاتف مني كنصني عليها ما كترد شي ديك شي يعمل في دي الحمد لله الأم ديالي قبل ما توقع له هادشي قلت لي وحن مراد وحن صديقة ديالا معاها في البيت جت هي قلت لي شوفها بنتي ما عافش تحتاجها أتعايت له صارت لأميساج لأنا هي سيدة عندها هدك الأكسيجين والحالة ديالا شوية صارت لغي ميساج قلت لي خالتي غسني ساقتك على ماما شنو قال أنا ماما نهار كامل كتتظر مع أي عادي قلت لي يا بنتي الدعوة بهم الله هما عصبوها أخلتي شنو غير عميسي قلت لي واحد أديو ديك سيدة فيه بأن ماما مزينة ماما مزينة أمي في الأخر ديال أديو في ماما كتغوت كتغوت على حرم جهدا وكنت هديك آخر أديو سمعت في الصوت ديال أم ديالي الله يرحمه وستعليها ماما ماما مسكينة كانت كتقول غي نخرج عن فضح ديك الشي اللي كيوقع نتمك من الإهمال أنا من هدارش نتمك دا كتيرا كان وجههم تحية وخصوصا كان كان الدكتور نوردين وكان بزاف دا كتيرا نتمك لابي بروفيسور لابي كان بزاف دا كتيرا كان وجههم الشوك لأنه وقفوا معايا بزاف بلحق الدكتور تنسي الدكتور كتمشي في حال كندر ديال كتخلي يد ديال كتخلي الحياة ديال المرضى في يد ديال اللي استاجير أو الممرضة اللي كيقلسوا في ديك القاعة ديال الكاميرات ما عارتوا وش عمكوا مشيتون تمك شو ديك الغرفة اللي في هالكاميرات كيقلسوا كيشوفوا المرض مكانش شلصوني اللي هو وقتلك هو نورمال مو كيجمعوا كيدحكوا هادا والسيد كيقاليد ده هي كتقول لك لا نورمال مو مكتقضى الأكسيجين كيتعمل واحدة مو مح مو كان شي فيه الخلعة ممو ماذا تتعانيت الله؟ ودخلت متى لا يوميني بالأسفول وما هناك يدخل مواعد صحية و يوميني بأنواق في الالتكال المتحدث يوميني يومي محمل بأشهل مأكلات ويجب المأكلة التي تقوم بها في وزارة الصحة يواء كيفاش نتيني مجب بهذه المأكلة كاملة والمرضان ما كاياكلوش ما قد نشعل المرضى ما قد نشعل المرضى خليم يتعجل خليموتوا بعد احدا وليداتهم أنا أنا تشويت في ماما ماتت ماشتاش تكفنت ولا تخسلت ولا اقتاش حاجة أنا ما عارف راشي ذيك الصندوق اللي عتاولي فعلا مش فيه ماما ولا فيه شي واحد اخر ما عندك الحق تشوف ماماك ما عندك الحق تشوف ذيك لمر تتأكد وش هو ولا ماشي هو وعلاش علاش 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 انتو مهو اهمل واحد اللي كاتت مشيتوقاف انت ما كتتحس بالحقرة تحقرنا الصراحة ولا اله لله محمد رسول الله